في ناس تقول إنه إحنا حاسين إنه إحنا بنحب بعض جداً وقريبين جداً من بعض بس أنا سيدنا حاسة إنه ما فيش تكافؤ ما بيننا يعني حاسة شوية إنه طريقته في التعامل غير طريقتي أسلوب لبسه غير أسلوب لبسي بقول للناس اللي حوالي بيحسسوني إنه دي حاجة تفهى إيه اللي انت بتقولي ده؟ هو ده سبب ممكن أفسخ عشان الخطوبة؟ لا بوسي حكاية لبسه ومظهره دي بتبقى عادات تقدر تغير هاره يعني ينفع إنه أنا تحكي دي عادات بس تبدأ من بدر من أول خطوبة إنه تغير له عاداته في دي ما تعودش سنة ولا تنين وبعدين تكتشف إنه أنا عندي مشكلة ايه تشجعه إنه مرة لبس حاجة حلوة؟ يا سلام تعمل هيصة إيش ياكا دي أنا عجبني الطقم ده قوي أنت جبته منين ده حلم شوف ده ماشي مع ده أنا بعلم الزوق في اللبس فتتمتدح يعني سوري مش حتكلم عليه كده الوقت عشان أمتدح إزاي في تناسق فهو يبدأ يسمع لها لأنها امتدحت جايز لو زمت في السلبي يتدايق فاستخدم الزكاء جايز تغيري؟ إنما أنا المشكلة هي الطباعة أكتر اللي تقلقني قوي 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 إنها طيب نيافتك قلت الطباعة إم تاخد القرار بفسخ الخطوبة عشان الطباعة؟ والطباعة ممكن أكتشفه بعد شهر بعد اتنين إزاي؟ إمتى أخد القرار ده؟ هنحط ثلاث أمور الأمر الأول بعد فضل التعامل مش من أول أسبوع ولا من أول أسبوعين قدي إيه مثلا؟ شهور معشان كده بقول خطوبة تبقى سنة ما تقلش عن ستة شهور في نفس الوقت قبل الإيقليل بفترة مش هتاني أقول طب لسه شوية لأ خد قرارك من دلوقتي مش هتيجي آخر أسبوعين وبدأت تحجزه وتعمله لأ عايزة قبلها بفترة النقطة الثالثة بعد التأكد إنها مش قادرة تتعايش مع طبيعته أو مع ظروفه أو مع إمكانياته أو مع أهله اللي رفضانها هنا رقم في قرار فما تستعجريش وما تبطئيش ومحاولاتك فشلت تاني ما تستعجريش ما تبطئيش ومحاولاتك فشلت خد القرار طيب أكيد أو الدارج بين الناس اللي يقولك إيه زي ما دخلنا بالمعروف لو أنا أنا الخطيبة أنا اللي عايزة أفك الخطوب بالمفروض إيه اللي يحصل أهلي مثلا هم اللي روحوا يتكلموا مع أهل الخطيب ولا نروح نقول لأبونا اللي عمل لنا المحضر ولا إيه وخصوصا إنه فيه أوقات كتير بنكون أصلا مش عاملين محضر بصي أنا هقولك شوية ملاحظات عليهم وشوية ملاحظات على أبونا برضو أولا بالنسبة لهم العدوة عن الخطوبة أمر يخص الكبار وليس الصغار يعني مش يخلي الولد والبنت هما اللي يحكوا مع بعض موضوع جارح وموضوع مؤلم ومش هي اللي هتكلم ولا هو يتكلم ده كلام كبار لو تفتكر حضرتك من البداية قلت الكلام عن الزواج برضو كلام كبار بن كبار الكبار هما اللي يكلموا مع بعض الاتفاقات طبعا الاتفاقات فبرضو العدول يبقى كلام كبار دي أول ملاحظة تاني ملاحظة العدول ندخل فيه كاهن أب اعترافي أب اعترافه عشان برضو يبقى بحكمة وبروحانية لنشوف معالجة الأمور الأمر الثالث كلما أمكد أن يكون العدول بود بدون مشاكل بدون مشاكل لأقلك بتحصل مشاكل ليه؟ الشبكة بتعمين؟ احنا قلنا نكتب محضر أه أه فخليها تبقى بود وجود الكاهنة هنا هيؤدي إلى العدول في هدوء شديد جدا طيب هنا تعالوا نشوف دور الكليسة نملة واحد مبدأ عام العدول قد يكون باتفاق الطرفين معاً أو طرف واحد لأن العدول هو وعد بالارتباط يجوز العدول عنه من أي طرف افرد التاني متمسكة ومتشدد بس أنا مش عايزة أنا مش عايزة خلاص يبقى هنا العدول معلطول طيب العدول يتم في تنفيذه باللجوء للكنيسة المتممة للخطوبة أنا قلت أب الأعتراف عشان يتبنى بنته أو ابنه يكلم الناس يعني بقى ليه در روحي في تسهيل الأمور إنما الجزء الإجرائي لابد أن يكون مع الأب الكاهن متمم الخطوبة وهنا الأب الكاهن إما أنه هو مكلف من الأب الأوسكوف أو من البتريركية بحق فك الخطوبات أو أنه هو بيحوله على جهة أعلى زي مثلاً يقولك لأ اللي مختص بفك أو بالعدول على الخطوبة هو المجلس إكليري بتاع الأبرشية قد يقول إنما أنا بلجأ لابون اللي عمل للخطوبة اللي عنده صورة من محضر الخطوبة الشاهد على الخطوبة اللي كاتب كل المواد بتاعة البنود اللي في الخطوبة بقوله إحنا هنعطل طيب ده في حالة إذا كنت أنا كاتب محضر للخطوبة عامل محضر ما ليسا هنتكلم عن ده دي لو ما فيش محضر آه لو ما فيش محضر بقى لأ أنا أجل بقى عشان ده فيه يعني حمرها حمرها شوية ده ده يا سيدنا تلت تربع المشاكل اللي بتيجي في الخطوبة بتيجي من النقطة دي إنه ما فيش محضر ما فيش ما يثبت حقي فالناس بتشتكي يعني شباب وشبات اللي اتنين مع بعض أنا مش عايز أزعى لأباء الكهنة مني يعني بس جريمة نشارك فيها بعض الكهنة وحقول لي ما تجيلها يعني هنتكلم فيها خلص دي شوية طيب طب خلاص طرف رايح عاوز يعدل عن الخطوبة أولتين اتفقوا بالود النتيجة التدخل أباء كهنة موقرين أو الأباء والدي أو أولياء الأمور بتلتين عقلة واتفقوا وما فيش نصيب وربنا يوفقوا وربنا يوفقها وقعدة ما منشتكيش ما منقولش سلبية عشان ما نجرحش في حد فقبل الأمر وبنحلها هنا الكهن اللي عمل الخطوبة بنروح له يا إما هو حيخلص وعنده تقليف بدا يا إما بيحاولني للجهة المختصة كمجلس كليكي في الإقرشية أو مجلس كليكي في الإقليم أي أن كان طيب هنا لابد أبونا اللي بيعدر عن الخطوبة يعمل محضر رسمي يسجل بيانات الشاكو الشاكي وبيليه عاوز يفك ويمضيه وهو بيمضي وبعدين هنا أبونا مهم جدا أن في خلال شهر من عمل محضر العدول يبعد جواب رسمي بمعنى ما نسميه بعلم الوصول عشان ما فيش مكالمة تليفون يا أخ جرجس عندي خبر مش لطيف إن شاء الله مستقبل طيب الناس مش مكملين لا فيش كلم من ده يعني لازم يبلغوا بجواب رسم جواب رسم بعلم الوصول كلمة بعلم الوصول هو مضى على الاستدام تمام ده ميزة علم الوصول ده على فكرة ده مش رأي أم بابولا ولا رأي المجمع المقدس ده قانون قانون الأحوال الشخصية الجديد يلذم الأب الكاهن اللي بيفك يعبعت جواب بعلم الوصول رسمي للطرف الآخر اللي هو يبلغوا فيها إنه تم العدول من جهة خطبتكم أو من جهة خطبكم مش لسه احنا هنجيبه ونطبطب عليه نحاول وما نحاولش الشكل من ده في طرف جاي مش هيكمل وقبع اعترافه وعايش في الموضوع وجالي أنا كمختص أنا عمهمتي بعمل محضر وده بيبقى عدول نهائي وبختر رسمي الطرف الآخر ده الخطوات اللي نمشي فيها وفي نفس الوقت هنا أبونا اللي بيعمل الكلام ده أو المجلس اللي بيعمل الكلام ده بيحتفظ بمستند العدول في ملف الحالة ليه النهاردة الأخ اللي ساب بانتنا ده ومش ما كملش هيروح يخطب تاني تاني فمحضر الخطوبة في شهادة الخلوة الموانعة بكتب ايه انه كان خطب قبل كده خطوبة سابقة مرة اثنين ثلاثة زواج سابق مدني كنسي طب انت هتستند برضو شفاهاتها اللي بيقوله ولا هترجع للملف اللي عندك ده حقيقي فعشان كده لازم الاحتفاظ بهذا الأمر هنا تيجي بقى الشاب كمعمين دي اللي هقصة يعني يعني ترجمة نانسي قنقر